السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم اصدقاء قبل ايش ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل ما وجديد في القناة الداخلية تحدد شرطين لوضع الجواز العراقي في مراتب متقدمة اكدت وزارة الداخلية ان الجواز العراقي غير قابل للتزوير ومطابق للمؤسفات العالمية فيما كشفت عن اسباب بضع العراق في مراتب متأخرة بتصنيف الجوازات وآلية حل هذا الامر وقال مدير شؤون الجوازات في وزارة الداخلية اللواء احمد عبدالستار العزاوي في تصريح ان الجواز العراقي غير قابل للتزوير ومطابق للمؤسفات العالمية ويحظى بالثقة المطلوبة واضاف ان منح سمات الدخول لمواطني اي دولة راغبين بالدخول للعراق يتوقف على العامل الامني والاقتصادي للبلد وايضا هناك اعتبارات امنية في العراق يجري اعتمادها في منح سمات الدخول للعرب والاجانب ولا تسمح بقبول جميع طلبات الدخول الى البلاد وتابع ان العراق كذلك تعامل مع بعض الدول وفق مبدأ المعاملة بالمثل فالتي لا تمنح العراق سمات دخول او فيزا بشكل مباشر يجري التعامل معها بنفس الطريقة واشار الى ان جعل الجواز العراقي في المراتب الاولى عالميا تطلب تطبيق شرطين او اجراءين امني واقتصادي يسمحان بتحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار لافتا الى ان هناك عملا على تسهيل الاجراءات والتدقيق الامني خاصة مع ما يشهده العراق من انفتاح دولي اشتركوا في القناة